أنا مرة من المرات رحت فرنسانا و رجاش أروا مني أسمع شباك طيب العلامة ينفرح الحارثي المرات مرة من المرات ماشيين في هاك الشارع شارع مشهور عندهم المهم و أشوف الشارع الثاني المقابل له هذه الحرمة المحتشمة اللي ما شاء الله تبارك الله مرأس على قدمهم فعجبني الموقف هذاك فخلال الرحلة خوي سولم معي فشاف لها منظر قال تغزل يا أبو علي قلت لا والله الغزل هذه اللي تقول ما تستاهل تستاهل هذه اللي في باريس منظر المحتشمة اللي أنت شفتها كان هو المنظر اللي تقول أنت أنه يستاهل اللي هز مشاعري عاد أنا رجعت للسعودية وجلست فترة طويلة و كتبت على قصيدة تذكرتها و ذكرت قصيدة عاد خبر أقول ويلي على اللي مصرفه فيه يامها ويلي على اللي مصرفه فيه يامها في جيلها ربي معلي مقامها انمرها عظيم منصب و منزله بلا شعوريا يعظم سلامها حورية فالأرض نادر وصوفها معدوم في شرق البسيطة و شامها إليا مشت تمشت كل النظام اللي حكمنا نظامها يناشد عن ملهمة قلبي الخضر تدرون من هللي ذبحني غرامها والله ما يملعيني من العذارة كود الهنوف اللي كثير احتشامها عفيفة والله ما نقدر نسبها لا في عبايتها ولا في لثامها امحجبه من راسها لا قدمها نور العبادة بينا في ظلامها الله بك هذه تراها في عيون الخلايك يوم بعد يوم يزيد احترامها هذه تراها اللي تمثل عقيدتي تكسر جميلة النساء بالتزامها هذه فخربوها و خوها و جدها و خوالها كفة و جملة عمامها هذه لعل المعترجة قدرتها من العذاب أنه ينجي عظامها سلامة الله هنيئا لها يبو علي و هذا الاحتشام و هنيئا لك بهذه ما شاء الله تبارك الله الموهبة اللي كتبت و وصفت هذا المشهد و وصلت رسالة هادفة مميزة تدل على الاحتشام و على أن الحشمة هي فعلا الستر اللي نرغب بجميع بناتنا و بنات المسلمين أنهم يحظون على هذا الطريق و ماك الشاعر يستهويه مثل هالمنظر يو الله ترى ياما و ياما تمر على بعض الشعرة بعضهم عشر اسمان التهم بعضهم الشعرة مناظر تستحق أن يكتب فيها فقليل اللي فعلي استثيرها مثلها إلا لأن أبو علي تزال الله خير نحسبه والله حسيبا نحركت شيء في القلب و نقول أن هذا إهداء إلى كل محتشمة و مفتخرة و معتزة بدينها و حجابها هنيئا لك يا أبو علي على هذه الأبيات ماشاء الله صدوح و رضا